اهلا بكم في الفقرة التانية من برنامج بسمة امل رجنا لكم بعد الفاصل ومعنا لكم ان شاء الله النهاردة مفاجأة بمناسبة النهاردة عشورة فجايبين لكم النهاردة التاني للمرة التانية صوت جميل جدا هيقلد لنا اكتر من حد هنستمتع به النهاردة ان شاء الله مع بعض تمام ونبدأ على طول في الفقرة بتاعتنا ونتعرف على الضيف بتاعنا اتفضل عرفنا الناس انا محمد فعد من محافظة الشرقية مركز مني القمح حبيت الانشاد يعني من صغري وانا بنشد فيعني بفضل الله اولا ثم اهلي يعني واصدقائي يعني وكده والحمد لله فابتديت بقى في الانشاد والحمد لله وبعض الايات القرآنية انا عارف كمان انك انت ما بتنشدش بس بقلد كمان قرآنه بتقلد اصوات كمان فيه تقليد اه بسيط لقليل يعني من الشيوط طيب اه انا عايزة كده تقلدلي او تديني حاجة خلاص للشيخ مثلا لمنصور السلم فيه انشاد يعني قصير كده طيب اعصيتو كرابي فأمهلتني وتستورني رغم اني عنيد لانك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد اتيتك يا خالقي باكيا ودمع الاسا كل حين يزيد فقد كلت في الليلة تقنطو وان تعف عني فذا يوم عيد بسم الله انا عارف انك انت بتقلد من القراء قراء القرآن تعرف تقلد قراء للشيخ خالد الجليل فيه برضو بعض الايات القصيرة اتفضل وقال فرعون ذرني اقتل موسى وليدعوا رباه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني عست بربي وربكم اني عست بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بسم الله بسم الله عليك لا صوتك بسم الله جميل جدا وكمان جاي بالصوت بالضبط كمان وطبقات الصوت بتتلعب بها كوي بسم الله ما شاء الله طيب فيه كمان حد اسمه محمد عبدالقادر عازك تديني لي كده مثلا انشات كده على السريع اديني حد يلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما شاء الله تبقراءة للشيخ انس براق الشيخ انس براق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرقيم بلك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله عليك بسم الله ومشاه الله طيب كده قللي كده انت افتدت امتى افتدت تنشي ده انا كنت اتقلت ده صوت هو انا حبيت الموضوع ده الموضوع ده من قريب يعني حبيت ان انا انشد وقرى قرآن يعني اتجهت من صغري كنت يعني في يعني من الاغاني الوطنية في حد شجعك من ينام موهبة الانشد اه صحابي صحابي ما كانش فيه منشد كبير مثلا حد منشد معين الشيخ منشد لا انا كنت بسمع يعني بسمع كتير للشيخ من عنتي يعني وكده اه ماشاء الله طب بالمناسبة بقى قللينا بقى بسرعة كده قونة طلع البدر علينا بقى بسبة عشورة نختم الفقرة وقاب الشكر علينا ما دعا لله داع ايوها المبعث فينا جئت بالامر المطال جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع بسم الله عليك ماشاء الله عليك في النهاية كده انا احب احييك بسم الله ماشاء الله صوتك كواس جدا حاول انك انت تستغل احسن استغلال وان شاء الله اتطور منه وحسن منه تصل لمراحل اعلى وخلي عندك بسمة امل دايما بإذن الله ان شاء الله وكانت داية هي نهاية الفقرة بتاعتنا وكانت داية الاحتفالية بتاعتنا بتاعة عشورة بتاعة النهاردة استنونا في فقرة نارية ان شاء الله الفقرة التالتة بعد الفاصل ان شاء الله شكرا